موسيقى أرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج في المحور ضيفي لحلقة اليوم والأستاذ الجامعي في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة الدفاع الوطني وفي جامعة جونج واشنطن في الولايات المتحدة كما ومركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية الدكتور مرهف جويجاتي والذي يعمل أيضا كمحاضر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن تابعونا في هذه المقابلة موسيقى موسيقى بدي رحب فيك الدكتور مرهف جويجاتي شكرا كثير لحضورك معي اليوم لنبدأ بالحديثة أنت كخبير بشؤون الشرق الأوسط وأنت كشخص بتظهر على الإعلام الأمريكي بشكل دائم في إلك وجود بالإعلام الأمريكي وحتى بالكونغرس الأمريكي أنا حضرت لإلك أحد المرات شهادة لإلك بالوقت كان السيناتور جون كيري والسيناتور الآخرين بمجلس الشيوخ لتحكي عن سوريا كخبير أمريكي سوري برأيك إعلاميا نبدأ بس بالإعلام شو نقط صير السوريين بالإعلام الأمريكي برأيك لأنه في صورة كتير مغضوطة عن الثورة السورية بالإعلام الأمريكي السؤال كتير جيد هذا لأنه فعلا الصورة كانت بالبداية ببداية الثورة الصورة عند الأمريكان كانت أنه هي انتفاضة شعب ضد ديكتاتورية وهالصورة تمت مدة طويلة خاصة لما الثورة كانت سلمية بس تدريجيا شوي شوي النظام الأسد قدر يسيطر على هالصورة وقدر يعطي غير صورة مو بس للشعب الأمريكي بعتقد دوليا أنه هي صراع بين حكومة علمانية بتدافع عن الأقليات ضد إرهاب متطرف متدين يعني يقدروا يقلبوا الصورة يقلبوا صورة تماما مع الأسف بأمريكا هالصورة هلأ بلشت ترتسخ بالزهن الأمريكي ومن خلال هالشي الرأي العام الأمريكي ما عم بيضغط على حكومته لتعمل لتأخذ مسار غير المسار اللي أخذته تماما حد لحد الآن طيب شوفينا نعمل كسوريين أمريكيين هون شو الطرق لا أنت حضرتك بيستضيفوك مثلا بالأعلام الأمريكية بتطلع بس بشكل عام ما في هالتوجه من الأعلام الأمريكي لا إصدافة سوريين يعني مع الثورة السورية وبيقدروا يحكوا حتى خبراء أمريكيين على فكرة مغيبين اللي بيوقفوا أو بيرأيهم الإدارة الأمريكية لازم تعمل أكتر وأنه هي ثورة سورية ضد النظام ديكتاتوري ما كان هو المهم العمل المنظم والتنظيم بالعمل لما عندك سوريين أو أمريكان من أصل سوري بيطلعوا على التلفزيون الأمريكي وكل واحد بيرأي بالنهاية بتشخشب هي العائلة الأمريكي لازم يكون الصوت واحد لازم يكون العمل منظم لازم يكون يصير علاقات بين هالمجتمع الأمريكي من أصل سوري مع الأعلام الأمريكي الأعلاميين الأمريكيين الأعلاميين الأمريكيين لازم زيارات للكنائس لازم زيارات للجامعات وهالشغل لازم يكون مستمر ما بنقدر نعمل جهد لمدة أسبوعين ثلاثة وبعدين نتركها لشغلة لأله تماما لازم دائما يعني لازم دائما نستثمر الفرص المتاحة لنا لأنه هون الإعلام بالنهاية حر مشان نتنظم ونحكي بكلمة واحدة ونطرق كل البواب تماما هالشي مع الأسف ما صار صار ببداية الثورة بس بعدين كأن الناس تعبوا وما عدنا نسمع هلأ أن الصوت الآخر هلأ هو صوت الثورة هلأ نسمع أكتر بكتير هو صوت النظام يعني حتى مثل ما عم تقول على فكرة مثلا زيارات للجامعة كان في هاي الأم أغنس اللي مؤديرة للنظام السوري عم تعمل تور بالولايات المتحدة لتنشر البراباقاندا أو الدعاية الإعلامية للنظام السوري بالولايات المتحدة بس بي منظمات السورية أمريكية بتشتغل هون وأنت عندك علاقات معهم بتعرفهم برأيك يعني هنن ما عم بيتطوروا للحدث يعني ما عم بيرقوا للحدث السوري اليوم هو بهالحالة بالذات مع الست أغنس قدروا كتير من المرات يوقفوا أنه تطلع بهالجامعات وبهاله أدري وقفوا وخاصة بكندا كمان هذا لأنه اشتغلوا مع بعض وعملوا ضغط كبير بس أنا اللي عم قوله هالضغط لازم يكون مستمر ما منقدر شهر اي شهر لا لازم يكون هو جهة جبار بالنهاية لأنه ما عنا الخبرة وما أخذنا الفرص السابقة بقى هلأ عم نتمرن وهلأ عم نتعلم بس لح يصير الثورة الثلاث سنين وآن الأوان أنه نتعلم ونشتغل مع بعض بكلمة واحدة بضغط مستمر لنحكي عن حركة الوفاق الوطنية هلأ شوي هاي حركة بدأت مع بداية الثورة السورية وين اليوم الحركة الوفاق الوطنية اليوم عم نجرب بقدر الامكان مع يعني عنا كتير قليل من الموارد بس بقدر الامكان نعرف الشعب السوري إن كان بالداخل الأمر خارج إنه بنهاية الأمر نحنا كلنا مواطنين سوريين وكلنا متساويين متساويين أدام مو بس الإله بس أدام القانون ما في فرق بيناتنا كلاياتنا من نفس النسيج وكلاياتنا بنحلم بديمقراطية وحرية لشعبنا هاللي ما بيقدر يزدهر إلا بالحرية بدنا نخلص من أيام الديكتاتورية وبدنا نخلص من أيام الطائفية هاللي عم تشرط بيناتنا وهاللي نظام عرف يستخدمه ويستغله مشان يسيطر على الشعب السوري بقال بالنهاية الأمر هاللي بدنا ياه هو حكومة مدنية ديمقراطية تعددية لكل السوريين تحت صقف القانون الواحد للكل طيب وهالحركة يعني وين وجودة اليوم؟ اليوم مع الأسف هاللي عم يصير بسورية والمجازر اللي عم يصير بسورية والطائفية هاللي عم تطلع بسورية كل مالا عم تخطي على صوتنا العلماني تماما بقال المعركة مستمرة بس كلنا لنا عم نضعف بما أنه الطائفية عم تقوى مع الأسف عم تقوى بسورية طيب أنت بنفس الوقت رئيس أو الشرمن تبعه مشروع اليوم التالي وهذا مشروع كتير مهم لأنه بيعمل على يعني إعادة بناء وأعمار سوريا من كل النواحي الاقتصادية والتعليمية وين مشروع اليوم؟ كمان طبعا هذا المشروع كتير صعب اليوم وضعه أكيد أنا استضفت شخصيات تانية بتعم تشتغل على هذا المشروع بس المناطق المحررة اليوم فيه هجوم من غير أطراف اليوم من داعش والمنظمات المتطرفة كيف عم يتعاملوا مع هذه المشروع وشو إنجازاتكم اليوم؟ سيدنا الكريمة اليوم التالي هو يبلش لما سوئلنا أو سوئلة الثورة أنه شو بيصير بعد الأسد؟ تماما لما نظام الأسد بنتهي كيف لح تكون سوريا؟ شو رؤيتكم الاستراتيجية؟ الرؤية الاستراتيجية هو بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية بدنا نحضر هو هدفنا من اليوم التالي تحضير الشعب السوري على بناء مؤسسات جديدة كنا شيء خمسة وأربعين مواطن سوري من كل الأطياف من كل الأحزاب السياسية هاللي اجتمعنا على مدة ستة لسبعة شهر اجتمعنا مشان نعطيه الرؤية الاستراتيجية للمستقبل كان معنا خبراء دوليين أسمنا العمل لعدة طرق العدل الانتقالي مثلا اصلاح القطاع الأمني وإلى آخره آآ وين وصلنا اليوم آآ فتحنا مكتب باسطنبول آآ وآآ أخدنا اعتراف من آآ الولايات المتحدة الأمريكية آآ ومن الوحدة الأوروبية ومن الجامعة العربية آآ وسجلنا ببروكسل وهلأ عم نبلش بالتنفيذ هاللي قلنا لحنا عملوه بقال كنا بالآآ كنا وقتا بالنظري عم نحكي بالنظري آآ هلأ عم نبلش آآ آآ عم نبلش آآ عم نبلش بعدة مشاريع ننفذها آآ ومن آآ لما آآ لما منقدر منجيب سوريين من الداخل منمرنن على عدة أمور ومنرجعن لسوريا مشان تنتشر الكلمة وتنتشر هالرؤية الاستراتيجية عند السوريين إذا الشعب السوري يعرف أنه بنهاية حكم الأسد السماء ملحتوا على الأرض أنه في ضوء وفي إلنا رؤية وبدنا بالنهاية نبني دولتنا نحن الشعب بالضبط طيب شو موضيع هلأ مرقزين عليها كمشاريع اللي عم نعمله هلأ أنه عم نسجل بعض من الوصائق مثلا الأراضي الوصائق اللي بتكون عند الدولة خوفا من أنه لما نظام الأسد بيوع مشان ياخدوا تارون ممكن كتير يحرقوا كل هالوصائق ومشان يخلقوا الفوضى ما بعد الأسد تماما بقال عم نجرب نعمل بقدر الإمكان مع موحاميين ومع قضاة أنه نسجل هالوصائق اللي بنقدر نحصل عليها تماما على مين يملك الأرض الفلانية البيت الفلاني طيب هذا الشيء كتير مهم لأنه في خوف من هذا الموضع هذا الشيء كتير مهم في عنا عدة مشاريع واحد منهم مثلا الأمن المدني بتدريب جهاز الشرطة وتدريب القضاة على التعامل مع الشعب مع حقوق الإنسان هاللي كان فاقدين له لخمسين سنة تحت الحكم العالي باحترام وبتماما حقوق الإنسان باحترام والإنسان له حقوق ولازم يتعامل بضمن هالإطار بقى كله عمليات تدريب الشغلة مو سهلة الموارد قليلة بس عم بعتقد عم ننجز خطوات كبيرة وبلش الشعب السوري بالداخل يعرف شو هو مشروع التالي اليوم التالي وفي تعاون في الناس في انفتاح من الشعب في انفتاح عم بيجينا اتصالات عم بيجينا أسئلة وكل ماله هالشي كل ماله حجمه عم بكبر هاللي بيشجعنا أنه نعمل مزيد من الجهد لأنه في تجاوب شعبي كبير طب في محاربة من جهات معينة أو جهات تانية مثلا نعم نحكي على المنظمات المتطرفة المنظمات المتطرفة طبعا ما بتعترفينها بنظر هالجهات المتطرفة نحنا كفار ولازمنا القتل بس بالنهاية هدول أعداء الحرية وأعداء الديمقراطية بقال بالنهاية أعداء الثورة السورية بقال عم نمشي يعني بخطوات مهمة بس العدو الأكبر من هالمنظمات المتطرفة هو قلة الموارد والصعوبة على الحصول على الموارد لأنه بالنهاية هي الموارد المالية هاللي بتخلينا نقدر تتنفسه أكتر طب شو مدى دعم الأمريكي والأوروبي سيدنا الكريمة جانا دعم عدة مرات من سويسرا جانا دعم من النرويج من الدنيمارك من مؤسسات هولندية ومن مؤسسة ألمانية ومن مؤسسة أمريكية طبعا النظام جرى بيطلع علينا أنه نحن آدات للمخابرات الأمريكية وإلى آخره هالشي شيء طبيعي أنه يقولوا هالشيء بس بالنهاية يعني أخذنا موارد أكتر بكتير أوروبية من ما أخذنا أمريكية من أمريكية تماما هالشيء لازم أقولوا أنه لما عملنا هالدراسات كلنا كلياتنا سوريين وما أجانا أي ضغط من أي جهة أجنبية أن نقول هيك وما نقول هيك وإلى آخره يعني هاد كان فعلا جهد من خلال السوريين إلى سوريين السوريين مختربين عندهم رؤية لشو كيف لازم أقول وما لازم أقول بسوريين مختربين في كتير من هالسوريين هاللي كانوا بالداخل السوري وكانوا بالسجون السورية وهاللي كان صر لهم مدى أصيرة طالعين من سوريا هندن هاللي يشتركوين أني بيعرفوا الواقع السوري أكتر بكتير من المختربين هاللي صر لهم ثلاثين وأربعين سنة أنا بدي نوها أنت حضرتك كبير سوري أنا صر لي مدى طويلة بأمريكا مثلا وأنا بدي إشكاك أنك عبت تحكي بالعربي معنا بالمقابلة على فكرة ياهو سهلا معنا أراسي طيب حضرتك كخبير سوري مبعرف أسألك عن موضوع الاقتصاد السوري برأيك شو فرص إنقاذ الاقتصاد السوري فيما بعد سقوط الأسد؟ هي مصلحة الأقليم ومصلحة دولية أنه سوريا تتعمر بأسرع وقت ممكن ما بعد انهيار حكم الأسد لكي لا تخلق هجرة غير قانونية مثلا لأوروبا تماما هذا الشعب مصير بطالها اللي بتخلق الراديكالية ومو من المصلحة حدا أنه سوريا تم بحالتها لمعترها اللي هي فيها هلأ بقى بتصور إن راح يكون فيه صندوق ضخم لأعمار سورية هاي بالإضافة للأموال السورية اللي خارج القصر السوري والتأذيرات الدولية أنه في ما بين 80 مليار ومئة مليار دولار من المصاري السورية برات سورية بقى البتوقع أنا من الصناعيين السوريين ومن رجال الأعمال هاللي بالخارج أنه هن يمكن لهم دور مهم بأعمار سورية ما بعد الأسد هلأ من نحكي على جونيف 2 هذا موضوع يعني أكيد متشعب ومعقد شو فرض إنعقاد جونيف 2 برأيك مبدئيا المجتمع الدولي خاصة أمريكا وروسيا مصررين طبعا على جونيف 2 هاللي يتأجل عنده تمرات وهاللي ممكن يتأجل كمان بس هلأ مصررين على تاريخ 22 جانوري هالإصرار بخوف لأنه بنهاية الأمر روسيا وأمريكا مو متفقين على روح ومعنى جونيف 2 الأمر كان بريدو أنه بنهاية 2014 أو بالفترة الرئاسية بأنه بنهاية الأمر تطلق حكومة انتقالية بتضم شيء من النظام هدول هاللي ما إيديهن ملوتين بالدماء مع عناصر من المعارضة لخلق حكومة انتقالية اللي إلها كل السلطات بما فيهم السلطة العسكرية والسلطة الأمنية والسلطات المخابراتية الرؤية الروسية بتختلف بدون الأسد بدون الأسد الرؤية الروسية بتختلف أنه لازم يكون هالحكومة انتقالية بس تحت سقف الأسد بقى الراعيين مو متفقين على جونيف 2 على معنى جونيف 2 وبالإضافة المتصارعين هاللي هو النظام والمعارضة السورية كمان ما عندهم الإرادة أنه يعطوا أي شيء للطرف الآخر عم نسمع من النظام السوري أنه ما بعد جونيف 2 أنه الأسد لحي قود هالمفاوضات وما بعد جونيف 2 أنه الأسد لازال رئيس سوريا المعارضة طبعا مستحيل تقبل بهالشيء خاصة أنه بعد ما نظام الأسد أتى الـ 126 ألف من المواطنين تبعه حسب اليونيات نيشنز حسب اليونيات نيشنز حسب اليونيات نيشنز هي أكتر بكتير الأرقام أكيد ممكن تكون أكبر بكتير بعد ما نظام الأسد دمر حوالي 80% لـ 85% من البنية التحتية السورية بعد ما نظام الأسد خلق 7 ملايين مشردين بيناتهم مليونين لاجئ سوري بدول الجوار بقال بهالشروط مستحيل أنه الأسد يكفي كرئيس أنه لازم تطلع حكومة انتقالية بالنهاية بدون النظام الأسد بقال بهالشروط بهالشروط وخاصة أنه جونيف 2 ما عندها أجندة لحد هلأ للسمام نعرف شو رح يحكوه أنا بتوقع أنه يكون كتير كتير إلى صعوبات هالجونيف 2 بقال ممكن تحصل بالـ 22 كانون الثاني بس أنا بتوقع إذا الشروط مثل ما هي هلأ أنه يكون فشل وفشل زريع شو بتقترح على الدارة الأمريكية بما أنك خبير سوري أمريكي وموجود هون لنجاح جونيف 2 في حال إنه قادم أنا بقترح للأميركان وللروس وسيد الأخضر الإبراهيمي أنه يكون مؤتمر ما قبل جونيف 2 مؤتمر تحضيري بالأليلي نعرف شو سيحكو الطرفين ونشوف أقل نقاط إذا فيه اتفاق عليها ونبني عليها مشان نعطي حياة لجونيف 2 يعني فرصة تعطي فرصة أكبر لجونيف 2 لأنه بحال جونيف 2 فرطيت بحال فشلت يعني وقتها لح نرجع للقتال والدمار والعنف ما في غير طريق بقى لازم من هلأ نحضر أكثر شي ممكن لجونيف 2 بجونيف 1 ونص جونيف 1 ونص؟ طيب جونيف 1 ونص شو بترتب عليه؟ يعني شو الشروط اللي لازم تصير بجونيف 1 ونص لينجح جونيف 2؟ أو شو اللي بدك تبني بجونيف 1 ونص؟ الشي لازم يصير اتفاق بين الطرفين أنه يكون في وقف اطلاق النار طيب وقف اطلاق النار مين هللي لحي قوده؟ مين لحيكونوا المفتشين؟ هل هي من دول؟ هل هي الأمم المتحدة؟ يعني قوات حفظ السلام؟ قوات حفظ السلام هل عندهم مثلا هل عندهم الحق أنه يستعملوا العنف إذا كان في عنف؟ هل لازم يكونوا مسلحين أم لا؟ كل هالأمور الفنية هاي لازم يتفق عليها قبل جونيف 2 ممرات مثلا إنسانية هل في 250 ألف سوري محاصرين من قبل قوات النظام؟ هل لازم يصير في اتفاق عليهم أنه الأكل والشرب والأدوية لازم يدخلوا إذا نقدر نلاقي اتفاق بين الأطراف على هالشي وقتا أعتقد نقدر نحكي بطرق أعماق بجونيف 2 من ما هو هلأ الحق طب وإطلاق صراحة المعتقلين؟ وإطلاق صراحة المعتقلين؟ كل هاد لازم يكون من جنب واحد ونصف أزم نسمي من جنب واحد ونصف لحتى نقدر يكون مثل في أساس لجنب الناس؟ لا يكون في أساس نقدر نبني عليه أنه أسدة أو حسنية؟ صحيح، لما نقدر مثلا نعود بمفاوضات الثورة مع نظام الأسد لما في مئات من ألوف المواطنين بالسجود؟ لا يمكن أن يصير محادثات عندما يتعذبون، تعزيم لا يمكن أن يصير مفاوضات عندما يجعل جزء من شعبنا يموت من الجوع إذا لا نستطيع أن نتفع على هذه الأمور، على إيش نحن نتفع بجونيف 2؟ تماما، طيب برأيك النظام السوري هو ممكن يتعاون، ما الذي يمكن أن يضغط على نظام الأسد أن ينفذ هذه الشروط؟ ضغط من حليفه الروسي روسيا تحديدا؟ روسيا تحديدا، والنظام يعرف إذا فقد هذه الصداقة مع روسيا أو فقد الصداقة مع إيران أنه حياته لح تكون معدودة بأيام، بقال هالأمور لازم تجي من موسكو، مين لح يضغط على موسكو لتعامل هالأمور؟ أنا بعتقد أنه الأمريكان هون له دور كبير، ليقولوا للروس أنه لحد هلأ مش يمعروس بقضية جونيف 2، مش يمعروس بقضية الأسلحة الكيميائية، هلأ لازم الجنب الثاني يقرجي شوية مرونة، وما عم نطلب هون الأمور المستحيلة، عم نطلب ممرات آمنة لأسلحة الكيميائية، إغاثة شعب عم يموت من الجوع، بقال بالنهاية واشنطن وموسكو لازم يتفعل هالشيء، وموسكو لازم تقول لنظام الأسد أنه إذا ما صار هالشيء، لح يضوعه كثير بجونيف 2 فاصل قصير ونعود مشاهدينا، ابقوا معنا نعود مشاهدينا مع ضيفنا لحلقة اليوم، وهو البروفيسور والدكتور الجامعي والخبير السوري الأمريكي مرهف جواجعتي في كتير في وجهتين نظر على جونيف 2 بشكل عام، وجهة نظر أولى بتقول أنه جونيف 2 كل ما تأخر كل ما فيه دم أكتر وخسارة أكبر وأنه للمفروض يكون فيه استعجال بجونيف 2، بس أنت عم تقول أنه إذا صار جونيف 2 هلأ ممكن أن يفشل وإذا فشل فقدنا الفرصة الدبلوماسية صحيح، هو طبعا أحسن حل دائما هو الحل السياسي بسبب غياب الحل العسكري، بسبب غياب التدخل الأمريكي صحيح، الحل السياسي أفضل من الحل العسكري، ولحد هلأ شفنا أنه ما فيه حل عسكري لأنه ما فيه طرف من الأطراف هاللي بقدر ينجح على الكل طب فيه وجهة نظر تانية بتقول أنه إذا يعني أخذنا النظام السوري على جونيف 2 فنحن عم نعطيه شرعية، هو فقد للشرعية بسبب طبعا الجرائم ضد الإنسانية اللي ارتكبها اللي موثقة من الممتحدة والمنظمات الدولية وطبعا الإدارة الأمريكية قالت له أنت فقط شرعية كذا يعني على أكثر من مرة بالسابق هي مو عضية شرعية، هو نظام الأسد فقط شرعيته إن كان بالداخل أم بالخارج بس بالنهاية لازم الواحد يتعطى مع العدو وهو النظام الأسد هاللي بيمتلك القوى الجوية وهاللي بيمتلك صواريخ اسقد وإذا ما صار مباحثات مع هالنظام مع ميم بديك تتباحسي؟ ما عاد فيه مباحثات ما عاد فيه سلام يعني صارت حالة عنف للنهاية بدنا نوقف هالعنف بس توقيف العنف هاللي هو الحل السياسي لازم نحضر له مشان نتأكد إنه ينجح طيب شو تمثيل المعارضة السورية بجناب 2؟ مين هي المعارضة السورية؟ الإدارة الأمريكية بتعترف بالإتلاف السوري والغرب بشكل العام الإتلاف السوري هو الممثل للمعارضة السورية شو وضع الإتلاف القانوني؟ الإتلاف معترف عليه من قبل أكثر من 120 دولة كالممثل الشرعي للشعب السوري والإتلاف هو ما له حزب سياسي الإتلاف هو كتلة من الحركات السياسية والأحزاب السياسية والأشخاص البارزين في الثورة السورية بالنهاية الأمر هو الإتلاف هاللي هو بمثل الشعب السوري طب في أطراف تانية في أطراف تانية طبعاً النظام مثلاً اخترع معارضة من الداخل بقال إذا حكم مع هالمعارضة من الداخل كأنه عم بيحكي مع حاله وإذا النظام الأسد حكم مع حاله هذا ما بيحل المشكلة تماماً بقال بالنهاية ما فيه بعتقد خيار للنظام إن كان جدي وأنا ما بعتقد أنه لح يكونوا جديين إلا بالضغط إلا بالغصب إلا بالغصب ما فيه خيار غير الحكي مع الاتلاف اللي هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري طيب هيئة التنسيق يعني الإدارة الأمريكية أو الغرب لح يطلب من أطراف تانية أن تكون مشتركة بوفد الإتلاف لتمثيل المعارضة السورية برأيك؟ فيه خوف من الشوشرة محاولة زرع الشخصيات لتعمل فوضى أو مشاكل بمؤتمر المستقبل النظام جرى بيزرع مثلا الروس أكيد بدون يجربوا ويزرعوا بقال بالنهاية القرار هو للشعب السوري مو للنظام ولا للروس بس إذا صار فيه جهات برأة الاتلاف هاللي فعلا شرعية وفعلا بتمثل جزء من الشعب السوري بقال هلأ هاي من خلال التحضير قبل جونيف 2 لازم الاتلاف يتفاوض معهم مين هدو الأطراف؟ من الأطراف فيه هدين ما لهم كتار وما بعتقد بمثلوا كتير من الناس بس لهم أصوات أكبر بكتير من حجمهم على التلفزيون هو على الاتلاف بقى فيه شخصيات مستقلة يعني فيه شخصيات تانية بس مو مثلا هيئة التنسيق أو يعني أنت عم تحكي عن هيئة التنسيق هون؟ أنا عم بحكي إن كان عن أشخاص ولا كان عن تيارات مع أنه هالتيارات كمان ما بتمثل ما بتمثل كتير من الناس من الداخل السوري مشان هيك أنا عم بقول إنه الاتلاف هو هو الممثل بالنهاية الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري طيب شو معنا معتك عن الحكومة المؤقتة؟ وأحمد طعمة يعني شو أهمية الحكومة المؤقتة اليوم؟ مهمة أنا بعتقد مهمة لأنه لازم يكون في جهاز إداري بورقراطي يعمل تنسيق بالأمور المختلفة على الأرض المحررة لازم يكون في هيكل حكومي يقدر يختص بهالتنسيق لازم الشعب السوري يعرف إنه في بديل لنظام الأسد هالحكومة هي حكومة مؤقتة ومو هي الحكومة الانتقالية لما بتخلق الحكومة الانتقالية هذول بدون بالنهاية بدون يستقلوا بس لازمنا شي موقت يكون هيكلي ومنظم ويقدروا يعملوا على الأرض وإلا هالمواطنين بيكونوا لحالهم ضد هالنظام القمعي طيب برأيك يعني هننا عملا لحد الآن شو معلوماتك عن أداء أداء هالحكومة المؤقتة؟ طبعا لسه كتير كتير بكير إنه نقدر نحكي ما ماصر لك بأسبوع بس بالنهاية بالنهاية بأعتقد لحن نحس بحركة ملموسة بالداخل من خلال وجود هالحكومة المؤقتة يعني أنت مع الحكومة المؤقتة اليوم إنه هي شي بساعد الثورة السورية وشي لابد منه؟ ولابد منه تماما الجنرال ديمبسي قال إنه الإدارة الأمريكية اليوم في عم تعمل اتصالات ومخابلات مع جبهات أو يعني كتائب إسلامية مقاتلة سورية أخرى غير الجنرال سليم إدريس والهيئة العسكرية العليا شو رأيك بهذا النوع من التحرك اليوم؟ شو بيعني؟ شو بيعني؟ طبعا من النظرة الأمريكية لازم الأمريكان يعرفوا كل القوات هاللي على الأرض ومن المصلحة الأمريكية أنه يحكوا مع الكل من النظرة السورية طبعا هالشي غلط لأنه بالنهاية هل حيصير تعاون بين أمريكا وجهات تكفيرية عنيفة هل بالضرورة هنا إسلامية يعني هنا تكفيريين؟ أنا ما بعتاد أنه هنا القاعدة في جبهات إسلامية أخرى ليست مع القاعدة ولكنها إسلامية يعني مو داعش ما عم نحكي عن داعش هون؟ من أول وجديد الأمريكان له المصلحة أنه يحكوا مع الكل بس بنهاية الأمر هو اللواء إدريس وهالمجلس العسكري هاللي هو جزء من هالمعارضة سورية المعتدلة هاللي بتدعي للدولة الدموقراطية بقال يحكوا مع مين ما بدون يحكوا بس بالنهاية الأمر الكلمة للشعب السوري وهن هدول هذي بمسل الشعب السوري يعني بس هو شيء إيجابي برأيك؟ من الرؤية الأمريكية شيء إيجابي من رؤية بعتقد الثورة السورية والمعتدلين بسوريا شيء غير إيجابي غير إيجابي في خوف من أعطاء هؤلاء فرصة يعني لازم يكون الحكي يكون مع اللواء إدريس تماما فقط تحديدا هاي من النظرة السورية من النظرة السورية تماما طب شو وضع الإسلاميين يعني اليوم في جهات مثل داعش هي بشكل واضح يعني تنظيم القاعدة في سوريا اليوم يعني تطورات وجودهم شو خطرهم؟ حجم خطر التنظيمات الأصولية التكفيرية مثل القاعدة في سوريا برأيك يعني لأي مدى هنن خطرين على سوريا في المستقبل؟ هنن خطرين لأنهم ديكتاتوريين ولأنهم عنيفين ولأنهم بدون يفرضوا رأيهم على شعب بقى للشعب السوري هني عم يجرب يتخلص من ديكتاتورية ما بريد أبدا نفوت بدكتاتورية تانية هاي من جهة من جهة تانية ما بعتقد بالمدى الطويل بالمدى البعيد ما بعتقد في خطر حقيقي لأنه الشعب السوري بأجمله شعب معتدل وإسلام الشعب السوري هو من النوع الإسلام الصوفي المعتدل الشعب السوري لا له شعب أفغاني ولا شعب طالباني بقى لنهاية الأمر ونشوفها اليوم ونشوف عدة اعتراضات من خلال الشعب الأرض ضد الداعش مع أنه ما في قوة يعني فيه خطر عليه هنا ومع هاش فيه مظاهرات فيه مظاهرات لأنه السعب السوري ما لهم تعود على هالحياة هالالتكفيريين بريدو بريدو ي طب برأيك يعني الإدارة الأمريكية والغرب سيدعم الجنرال سريم إدريس بشكل كافي لحتى يقدروا يواجهوا النظام السوري ويواجهوا التكفيريين اللي عم بيقاتلوا الجيش الحر هذا المطلوب ولحد الآن مع الأسف ما صار هالشي والأميركان عم بيساعدوا بأمور رمزية رمزية وعلى هامش هاللي مطلوب بس السفير فورد بمقابلتي معه الأخيرة مثل يعني حقالت الصريح ما معنى أنه كان في دفعة جديدة من الأسلحة وسلت لسوريا ولا أستطيع أن يقلك على الكاميرا بأنه نحن اللي قدمنا هاي المساعدات العسكرية يعني كأنه في أنه نحن عم نقدم مساعدات العسكرية بس مو بشكل معلن هذا كان الانطباع من السفير فورد ما شفنا هالشي ما شفنا مثلا صواريخ المتنقلة ضد الطيران هاللي ممكن يوقف الطيران النظام من ضرب المدن والقرى ما شفنا كمان نفس هالصواريخ المضادة للدبابات بقال مع كل احترامي لسيد فورد لحد هلأ على علمي ما شفنا هذول الأمور هاللي لازم يكونوا مشان هالشعب يقدر يقود فعلا حرب ضد هالنظام بالإضافة لهالشي بقدر إليك أنه أمريكا بأكتر من مرة منعت غير دول بمساعدة بهالأمور للجيش الحر وهالشي شيء مؤلم لأنه بنهاية الأمر هالشي عم بأوي تكفيريين على حساب هالقوات المعتدلة الديمقراطية لننتقل لإيران طبعا هذا موضوع كتير كبير وكتير مهم بالنسبة لسوريا اليوم في محادثات ومستقبل المفروض يكون في مستقبل يعني مثل اتفاق بين إيران والغرب لإيقاف السلاح تطوير السلاح النووي الإيراني وطبعا يعني أنه إزالة العقوبات عن إيران وأدخال إيران في المجتمع الدولي ومش رأيك بهذا الاتفاق في مدرسة رأي بتقول أنه هالاتفاق بده يؤدي للسلام بالشرق الأوسط ليوم أفضل بالشرق الأوسط بس في مدرسة رأيي تاني هاللي أنا بنتمي إليها أنه هذا خطر كبير خطر كبير الاتفاق خطر كبير على الشرق خطر كبير لأنه بالنهاية الأمر إذا خففوا العقوبات عن إيران إيران لح تغنى ماديا أو إيران بتريد تحافظ عن طموحاتها لهيمنة الشرق الأوسط والهيمنة ما بتجي إلا بآدات قوة بقى إيران بالنهاية لما بتغنى لح تدعم دعمها لآداتها في لبنان يعني ما حيكون في تغيير بسياسة إيران السابقة يعني إيران حتظل بماشى بمشروع على الهيمنة ولا نشر ميليشياتها الطائفية وتأثيرها ونفوذها بالدور طبعا عم نشوف غير لهجة إيرانية عم نشوف لهجة إيرانية مختلفة مع الغرب بس بالنهاية لازم نشوف الفعل وما شفنا أي فعل إيراني بيخلينا نتشجع بإيران جديدة غير الإيران اللي شفناها إيران لازال محتلة سورية من خلال اللواء القدس من خلال حزب الله إيران لازالت أقوى طرف بلبنان إيران لازالت تسيطر على العراق وإيران لازالت تسلح الحوثيين بقى لازم نشوف وراء كل هالابتسامات الإيرانية للغرب لازم نتأكد أنه إيران فعلا عندها نية أنه تغير ولحد هلأ ما شفنا شي من هذا طب شو الهدف الأمريكي يعني أمريكا ما عملت استراتيجيا بالنسبة للمصلحة الأمريكية العليا يعني هذا الشيء تهديد لأمريكا إذا إيران تظل عم تستمر بمحاولتها يعني فرض نفوذها ومثل ما قالت تسليح الحوثيين تسليح حزب الله يعني هذا الشيء كمان بيضر بمصالح أمريكا استراتيجية من ناحية استقرار بالمنطقة ما في شك ما الفائدة الأمريكية من التفاق مع إيران الفائدة أنه إدارة أوباما بتقدر تقول لشعبها أنه عملت إنجاز كبير إنجازات إعلامية بالنهاية إدارة أوباما هلأ تحت ضغط كتير كتير كبير من الشعب الأمريكي من خلال سياسات داخلية فاشلة ومن خلال سياسات خارجية فاشلة بقى أوباما بنهاية الأمر هلأ بده ينزل اسمه بالتاريخ كالرئيس هلأ جاء بالسلام لأمريكا بعد إدارة بوش بعدما فاتت أمريكا بحربين بؤلمتين بالأفغانستان والعراق هلأ أوباما بده يجري بأرجي انتصار ديبلوماسي ولو هي صورة يعني ليست واقعية ما لحقية بالناحية هو لحد هلأ لحد هلأ هي صورة فعلا لأنه لازلنا ما شفنا شيء متغير بالسياسة الإيرانية طبعا هيتحوقع هيك نوع يعني شو صار بالنفوذ الإسرائيلي بالولايات المتحدة حتى فرنسا يعني هي مضادة في خوف من الدول الأقرب لإيران من عكس الولايات المتحدة اللي هي بعيدة فما في خوف مباشر بس أنه ما في تأثير لهذه الدول يعني برأيك حيتتوقع هلأ نحن ببداية اتفاق بس حيتوقع الاتفاق النهائي بعد ستة أشهر مع إيران برأيك بس الله بيعلم شو اللح يصير من هون لستة أشهر بس هلأ بنقدر نقوله هلأ أنه هلأ الفارق بين إسرائيل وأمريكا بهالملف هو أكبر نزاع صار تاريخيا بين إسرائيل وأمريكا وإدارة اليوم اليوم اللي عم يصير وإدارة أوباما بده إنجاز سياسي لو سوري وإسرائيل بده تحافظ عن أمنة وهيمنتها هي كمان للأقليم بقال هل سياستين عم يتضربوا مع بعض هلأ في يعني في بتعرف نظرية بالنسبة للشعب السوري أو بشكل عام بالوطن العربي عن سيطرة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة اليوم في نظريتين يعني بعكسوا بعض واحدة بتقول إنه النفوذ اليهودي بأمريكا عم بيضعف أو بالعكس إنه في مؤامرة إسرائيلية وهنا ضمنيا بدون إنه إيران تهيمن على المنطقة مثل اليمين الإسرائيلي برأيك أنت كمحلل سوري أمريكي يعني بعيد عن وجهات النظر العامة دائما نحنا نلجأ للمؤامرات أنا ما ليشايفون مؤامرة في نوبي صهيوني بواشنطن قوي جدا لا زال قوي جدا بس في كتير من الأمريكان من اليهود الأمريكان هللي هنن بدون حل سلمي مع إيران وهللي هنن من وقت لتاني منلاقي في فرق بين فلسفتهم وسياستهم وسياسة إسرائيل تحت نتانياهو تماما اليمين الإسرائيل اليميني المتطرف ما ليشايف مؤامرة بس اليوم في فرق بس منشوف بالكونغرس لحد هلأ أنه في مؤيدين لإدارة بوش بإنهاء هالمعركة مع إيران بس في كمان في من جهة ثانية هدول هللي بدون يصعد العقوبات على إيران بقال عم نلاقي هلأ في خلاف بالكونغرس الأمريكي بس ما بتصور في مؤامرات في خلاف يهود يهودي وما بتكون أول مرة بس هي يمكن على أكبر مسألة في خلاف بين أغلبية الأمريكان اليهود وسياسة نتانياهو المتطرفة تماما حتى جون كيري قال بالكونغرس أنه لا تصدقوا كل ما تقولوا إسرائيل يعني هي أول مرة بنسمع هذا النوع من أول مرة بنسمع وفعلا هي أكبر أزمة تاريخيا بين إسرائيل وأمريكا لحظة الله طيب روسيا روسيا في مظاهرات بأوكرانيا وهذا الشيء طبعا بيحرج روسيا دوليا وبيضاعف من موقف روسيا دوليا لأنه يعني تعتبر أوكرانيا الحديقة الخلفية لروسيا واليوم روسيا عندها مواجهات بسوريا وتورطها يعني بسوريا برأيك يعني شو ممكن كنت ننكاسات اللي عم بيصير بأوكرانيا على موقف روسيا بالنسبة لسوريا وبالنسبة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عامل ما في شك أنه كل هالمظاهرات الشعبية بالأوكرانيا عم بالضاعف من الموقف الروسي دوليا روسيا دولة إمبريالية من وقت من ما قبل الثورة السوفيتية الثورة البولشيبية وروسيا عم ترجع هلأ تكون دولة إمبريالية والسيد بوتين بده يرجع لروسيا عظمتها التاريخية مشان هيك عم بيجرب يسيطر على عدة دول بما فيهم طبعا سوريا بس عنده مشكلة بأوكرانيا إنه الشعب الأوكراني عم بيختلف مع الرئيس يانوكوفيتش هاللي بده يعزز اقتصاده من خلال التعاون مع روسيا بالنهاية الشعب قرر إنه لأ التعاون لازم يكون مع أوروبا وهلأ الأوكراني الشعب الأوكراني لروسيا بيضاعف موقفها بس روسيا مستعدة تعمل أي شيء وهالشي شفنا مع مولدافيا مولدافيا هاللي تجهت للاتحاد الأوروبي هلأ الروس أطعوا عنهم المساعدات والتجارة المتبادلة بقال هاي يعني كفر السيد بوتين هاللي ما قدر يسيطر على كل الدول هاللي بده يسيطر عليها تماما طيب في ممكن استمرار الثورة بأوكرانيا ممكن تحول لثورة يعني هالمظاهرات برأيك؟ أنا بعتقد عم تصير ثورة يوم بعد يوم وكل مال المظاهرات عم تكبر والشعب بالنهاية الشعب بأوكرانيا هو هاللي بده يحكي ونظرته لأوروبا ما عادت لروسيا مو بس اقتصاديا كمان ثقافيا سؤال يأخير عن حزب الله انت شايف انه اذا بيصير صفقة بين ايران والولايات المتحدة والغرب هذا الشي حي اوي من حزب الله حي يكمل من وجوده صحيح في تهديد الحزب الله استراتيجيا بالنظرة البعيدة يعني كخبير بشرق الاوسط بشكل عام شو بتشوف مستقبل حزب الله بالمنطقة بغض النظر يعني بشكل عام بشكل عام بالنهاية بنهاية الامر حزب الله بده يضطر يصير حزب سياسي فقط بلبنان لانه لبنانيا او نص لبنانيا مرفوض واقليميا كتير كتير ضوع من رئيس ماله السياسي حزب الله ضوع كتير من رئيس مال هاللي قدر يهدو بمعاركه البطولية ضد اسرائيل هلأ حزب الله عم بيقاته للشعب السوري وهي شيء بعتقد الوطن العربي ما هضمه بس بنهاية الامر اذا صار فيه اتفاق ايراني اميركي بعتقد هاي موقتا لحت اوي حزب الله بما انه لحي قدر ياخد موارد اكبر من ايران من خلال من خلال تقليل العقوبات ضد ايران وتطرف الشيعي يعني فيه تطرف الشيعي اليوم بمقابل التطرف الشيعي فيه نزعة طائفية كبيرة مو بس بلبنان بعتقد بالمنطقة كله بلبنان بسوريا وهلأ النزاع بالعراق جزء من النزاع بسوريا هلأ بين قطبين الايراني والسعودي هل يبعني بين قطبين السني والشيعي بقال فيه هلأ تطرف عم يزداد وطائفية عم تزداد مع الاسف الحل لهالشي بعتقد او جزء كبير من الحل لهالشي هو نجاح الثورة السورية ضد نظامه يعني نجاح الثورة السورية بيكون بلاية نهاية التطرف الشيعي لأنه بتكون سوريا دولة ديمقراطية وبتكون ضامنة لحقوق الأغلبية والأقليات بسوريا هللي بيعطي بعتقد هاد مثال للمنطقة ككل بديش رأي كتير لدكتور مرافز وجلاتي على المقابلة الحل شكرا اني يا اهلا وسهلا شكرا لمتابعتك ومشاهدين أستودعكم على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في سوريا حرى دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة